النهاردة كان في زيارة مهمة عندك تفاصيلها وكواليسها لأنها زيارة بالتأكيد بتعكس مدى العلاقة الطيبة اللي بتربط النادي الأهلي بكل الفرع العربية والإفريقية كواليس الزيارة كابتن رسام النهاردة كان الوافد الهلال السوداني يعني شفنا من قبل كده من كم يوم كان في زيارة رسمية أيضا يعني مجلس دارة النادي الهلال السوداني للجزيرة وكان متواجد فيها كابتن محمود الخطيب النهاردة كان فيه إفطار يعني دعوة النادي الأهلي أيضا للوافد الهلال السوداني اللي هم أشققنا كان البعض الفترة اللي فاتت أو السنين اللي فاتت حاب يلعب على علاقة مصر والسودان والأهلي والهلال السوداني من خلال مباراة الأهلي مع الهلال السوداني في السودان أو في مصر لكن شوف دور النادي الأهلي الوطني دور النادي الأهلي اللي بيمثل الدولة لما النهاردة بيلعب دور مهم جداً علاقات مصر أو علاقة مصر مع أشقاءنا وإخواتنا في السودان ومصر والسودان دي تعتبر دولة واحدة ونهر نيل واحد فدي طبعاً شيء يعني لازم نشيد به النهاردة تواجد وفد الهلال السوداني النهاردة كان متواجد زي ما احنا شايفين عضا مجلس الإدارة المهندسة مية عاطف الدكتور مهند مجد الدكتور سعد شلبي وكان أيضاً متواجد الكابتن محمود الخطيب فده شيء من الأشياء الجيدة يعني دور النادي الأهلي الوطني في علاقته مع كل أشقانة في المنطقة العربية اكيد احنا شايفين أيضاً الأستاذ هاب الخطيب والأستاذ جمال جبل برضو كانوا على يعني رأس الحضور اكيد وفد نادي الهلال السوداني كان متواجد برئاسة هشامل السباط رئيس النادي وزي ما احنا شايفين في دول علاقات التاريخية والممتدة بين الناديين الكبيرين تشكلت اللجنة تضم كل من الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذ للنادي وجمال جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين لبحث التعاون بين الناديين خلال الفترة المغبلة ولما نتكلم بقى على الأجواء المصرية السودانية عنوانها مين يا كابتن وسامة؟ كابتن شاطة كابتن شاطة خباك هو المترجم اللي قاعد في القاعدة المعادة هو نص مصري ونص سوداني طبعاً أكيد أكيد على فكرة البروتوكول ده اللي هيتم الفترة الجاي من خلال اللجنة اللي أعلنت عنها دلوقتي هيهدف إلى تعزز الألاقات بين الناديين من خلال التعاون المستقبلي وتم التواصل والاتفاق على مشروع يتضمن العديد من الملفات المهمة من بينها تطوير فرق براعم وأكاديميات كرة القدم بالنادي مهندس سامح يعني المهندس الانشايف في النادي الأهلي كمان هو بيشرح يعني فرع التجمع الخامس الفرع اللي تم افتتاحه منذ شهور يعني في القاهرة الجديدة بالزبط كده طبعا أنت عنك فروع عديدة وصرح رياضي في القاهرة الجديدة رائع جدا وشافينه ممكن استيبال باقي أعضاء مجلس الإدارة والأستاذ شامس سباط رئيس نادي الهلال ووفد رفيع المستوى من الأشقاء في الهلال السوداني كان متواجدين النهاردة في فرع النادي الأهلي في القاهرة الجديدة كمان الملفات اللي هيكون فيها تعاون تعظيم سبل التعاون خلال الفترة القادمة بإقامة ورشة عمل في القضايا المطروحة رياضيا وأعتقد على المستوى الإفريقي القضايا الرياضية هتبقى مهمة جدا لما بيتم مناشتها ما بين ناديعين كبيرين سواء الأهلي أو الهلال السوداني كمان يا كابتن أسامة وكمان هيكون فيه تعاون على المستوى الطبي والتأهيل لإصابات اللاعبين برضو في الهلال السوداني وكمان تبادل الخبرات الإعلامية تنظيم عروض عضويات بالنادي يعني وكمان فترات المعايشة للعبين أو المدربين أو الإدارين ده شيء من الأشياء الجيدة أنا زي ما قلت حضرتك يا محمد يعني الفترة اللي فاتت لما كان بنقول مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني بتلاقي فيه كلام كتير ولغط وناس بتسخن الأجواء وناس هدفة إشعال الفتنة ما بين مصر والسودان والأهلي والهلال لكن الصورة دي صورة معبرة جدا لما تلاقي وفد الهلال كان جاي يقدم التعازي في وفاة الأستاذ العامري فارو رحمة الله عليه وكان متواجد في النادي الأهلي الجزيرة وفي استباله رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب والنهاردة يعني فيه إفطار جماعي بقى مقدوبة إفطار النهاردة في فرع الأهلي في التجمع الخامس فده بيعكس العلاقات الطيبة والعلاقات التاريخية ما بين مصر والسودان وما بين الناديين من أكبر الأندية الموجودة في قارة أفريقيا الأهلي والهلال السوداني وهنا بنشوف كابتن يعني تواجد الكابتن محمود الخطيب بنفسه النهاردة واستقباله كمان لوفد الهلال السوداني أكيد يعني زيارة مهمة جدا بتعكس العلاقة الطيبة اللي بتربط الناديين وأنا عجبني العنوان السلوجان اللي محطوط فيه عنوان الزيارة أهلا بالأشقاء في بلادهم التاني يعني ده أعتقد عنوان مهم جدا بيعكس مدى الحب والعلاقة والترابط اللي هيكون موجود وكان متواجد في فترات سابقة بس بعض الناس للأسف لعبت على العلاقة دي بشكل سلب واستغلت المنافسة الرياضية واخدتها في إطار تاني خالص ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح مهما كتب البعض على منصة إكس أو بعض الصفحات اشتغلت على أمور معينة وأنا حتى في توقيت مبارات الآله والليلالة لكابتن أسامة كنت براحز أن كل الناس اللي بتكتب وبتسخم لا عايشين في مصر لا وتخلي بالك وقتها كمان يعني ما يكون الاتحاد الأفريقي هو اللي بيصدر القرار أن الهلال ما يلعبش في استاده وفي ملعبه علشان فيه شروط معينة في حضور الجماهير بالضبط أو في الملعب فيربطوها بالأهل أن الأهل هو اللي بينق المباراة كان البعض بيلعب على النقط دي وكان هدفه إشعال الفتنة الناس اللي كانت بتعمل كده والله اللي عايشة في مصر اللي في السودان أنا كنت بشوف أكاونتات وناس عايشة في كندا وعايشة في أمريكا وعايشة في أوروبا أنا مش فاهم طب أنت بتكتب ده بناعة على إيه طب أنت شايف إيه طب أنت عايز توصل لإيه لكن في النهاية لا يا صحي الله صحيح الصورة هي اللي بتتكلم الصورة هي اللي بتتكلم زيارة مهمة جدا ترجمة نانسي قنقر